اشتركوا في القناة اثنين توضيح العوامل التي جعلت البحرين تتمتع بمركز مالي مهم بين الأسواق العالمية وأخيرا تقدير أهمية الدور الرياضي للقطاع المالي ضمن الاقتصاد البحريني طبعا نجحت حكومة مملكة البحرين بتحويل المملكة إلى مركز مالي متطور ومهم جدا في المنطقة سواء على الصعيد الدولي أو العالمي وذلك بفضل الجهود المبذولة وتوافر ماذا العوامل الجغرافية والاقتصادية الملائمة مصرف البحرين المركزي يتولى مهمة تنظيم القطاع المالي ومراقبته قبل السبعينيات كان عدد المصارف في مملكة البحرين قليل حيث كانت هذه المصارف تقوم بمهمتين الأولى إما إداع الأموال فيها والثانية هي تمويل عمليات الاستيراد والتصدير ولكن مهما ماذا حدث في فترة السبعينات استوفرت دول المنطقة عدة عوامل خاصة مع ارتفاع سعار النفط من جهة والفوائض المالية من جهة أخرى استقضت المنطقة ماذا؟ العديد من المصارف الوطنية والأجنبية خاصة للعمل في البحرين مع ازديال النشاط المصرفي سنة بعد الأخرى نشأت في مملكة البحرين مؤسسة نقد البحرين التي تحولت في عام 2006 إلى مصرف البحرين المركزي كما موضح لدينا في الصورة يتولى مصرف البحرين المركزي عدة مهام باستعرضها معا أولا رسم السياسات النقدية والاعتمالية وتنفيذها من خلال تنظيم القطاع المالي كذلك ممارسة الرقابة على جميع البنوك الموجودة في المملكة وجميع الشركات للاستثمار ثالثا إصدار الأوراق المالية وأخيرا توفير بيئة أعمال متطورة في المنتجات والأدوات المالية كذلك هناك العديد من العوامل التي جعلت مملكة البحرين تحت المركزا ماليا مهما بين الأسواق العالمية لنتعرف على هذه العوامل أول عامل من هذه العوامل موقع البحرين تتميز البحرين بموقع في وسط الخليج العربي حيث تتميز منطقة الخليج بماذا؟ بفوائض مالية ضخمة احتاجت هذه المنطقة إلى مركز مالي تتمكن من خلاله من توظيف هذه الفوائض المالية الضخمة في نشاطاتها الاقتصادية المربحة بالنسبة إلى العامل الثاني هو ماذا؟ تتمتع منطقة البحرين أو الخليج العربي بموقع زمني مناسب من حيث وقوعها بين وقت عمل البورصات الأوروبية من جهة وبورصات الشرق الأقصى من جهة أخرى العامل الثالث هو ماذا؟ سهولة الانتقال والاتصال بين المنطقة والعالم الخارجي والبحرين واحدة من المحطات الرئيسية والأساسية لحركة المواصلات الجوية والبحرية العالمية أو كما يطلق عليها مصطلح لترانزيت كذلك لا ننسى بأن هناك ماذا؟ تسهيل في عملية التحويل من المنطقة وإليها إضافة إلى ذلك عدم فرض أي نوع من الضرائب وأخيراً تتوفر في مملكة البحرين الكوادر الفنية المدربة أي المقصود بها هي الأيدي العاملة في القطاع المالي نأتي الآن إلى السؤال الآتي هل يشكل القطاع المصرفي دعامل الاقتصاد الوطني؟ بكل تأكيد نتيجة لماذا؟ اقتصاد السوق المفتوحة؟ السياسات المالية المستقرة؟ ولا ننسى القوة العاملة المؤهلة في المملكة؟ إضافة إلى ذلك ماذا؟ أصبحت البحرين مركزاً لاستقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لتنشئ لها مكاتب في المملكة ففي السنوات الأخيرة تعزز النمو القطاع المالي نتيجة ماذا؟ ارتفاع أسعار النفط فترتب على ذلك ماذا؟ زيادة في السيولة النقدية فكان للمصارف ماذا؟ دوراً أساسياً ومهماً في إعادة استثمار هذا الفائض من الإرادات ماذا؟ النفطية والاستفادة منها في فرص تمويل الاقتصاد الوطني وكما ذكرنا سابقاً في الدروس السابقة بأن الاقتصاد البحرين قائم بشكل أول وأساسي على ماذا؟ على الثروة النفطية فعندما ترتفع إرادات هذه الثروة النفطية تعود بشكل إيجابي على ماذا؟ على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين لننتقل الآن إلى نشاطنا التقييمي لدرس اليوم لمدة ثلاث دقائق المطلوب اذكر مهام مصرف البحرين المركزي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ممتاز لنستعرض الإجابات معاً أولاً رسم السياسات النقدية والإعتمالية وتنفيذها من خلال تنظيم القطاع المالي ثانياً ممارسة الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار ثالثاً اصدار الأوراق المالية وأخيراً توفير بيئة أعمال متطورة في المنتجات والأدوات المالية ننتقل الآن إلى نشاطنا التقييمي الثاني والمطلوب هو لمدة ثلاث دقائق وضح العوامل التي ساعدت في تطوير القطاع المصرفي والمطلوب هو ثلاث عوامل فقط ترجمة نانسي قنقر 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 أول عامل هو ماذا؟ موقع البحرين المتميز في وسط منطقة الخليج كذلك تمتع المنطقة بموقع زمني مناسب من حيث وقوعها ما بين وقت عمل البورصات الأوروبية وبرصات الشرق الأقصى من جهة أخرى إضافة إلى ذلك سهولة الانتقال والاتصال بين المنطقة والعالم الخارجي ولا ننسى تسهيل عملية التحويل من المنطقة وإليها أيضا عدم فرض أي نوع من الضرائب وأخيرا توفر الكوادر الفنية المدربة أي الأيدي العاملة المؤهلة لذلك شكرا لحسن متابعتكم عزائي الطلبة نلتقي في الدرس القادم بإذن الله